منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ارتفاع في نسبة الكراهية للمسلمين منذ ثلاثين عاما في البلاد هذا مشاهدين ما لفتت إليه أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث هنا عن منظمة كير في تقرير لها ولعلنا في هذا السياق نستذكر بعض الحوادث التي وقعت منها تعرض ثلاث طلاب فلسطينيين لهجوم المسلح في مدينة بيرينكتون في ولاية فيرمونت ومقتل أيضا طفل فلسطيني بولاية إلينوي في منتصف أكتوبر الماضي وغيرها اليوم يعود الحديث عن الزيادة المقلقة للكراهية للمسلمين والدائمين للقضية الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة يعود هذا الأمر إلى الواجهة من جديد في قصة كانت ضحيتها طفلة فلسطينية تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط وفقا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وقع الحاديث قبل شهر في ولاية تكساس الأمريكية هنا كانت سيدة فلسطينية محجبة لم تذكر هويتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة كانت السيدة تجلس بجانب حوض سباها وتشاهد طفليها يلعبا في الطرف الضحل من الحوض فجأة تربت هذه السيدة تربت منها سيدة بيضاء تدعى إليزابيث وولف في الأربعين من عمرها بدأت باستجوابها بطريقة غريبة وعنصرية بأسئلة عن البلد الذي تنتمي إليه الأسرة اللغة الأجنبية التي يتحدثون بها ودون سابق إنذار قفزت هذه السيدة إلى حوض السباحة وحاولت جر الطفلين إلى قاع حوض السباحة لتغرقهما لحسن الحد الطفل الأكبر تمكن من الهروب منها لكنها تهمت بإمساك طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وجر رأسها تحت الماء طبعا في تلك اللحظة حاولت الأم إنقاذ طفلتها إلا أن وولف خلعت حجاب الأم وحاولت ضربها وركلها أيضا ليتدخل أخيرا أحد الرجال الحاضرين ويقوم هو في إنقاذ الطفلة وولف السيدة الأمريكية على إثر الحادثة ألقي القبض عليها في البداية بتهمة السكر العلني وأطلق صراحها بكفالة مالية في اليوم الثالث واتهمت منذ ذلك الحين بمحاولة قتل وإصابة طفل وفقا لشبكة سينئين الأم في بيان صادر عن كير في تيكسوس قالت بلادنا تواجه حربا ونحن نواجه الكراهية هنا ولفتت إلى الصدمة النفسية التي أصابت ابنتها من الحادثة بالقول ابنته مصطومة كلما أفتح باب الشقة تهرب وتختبئ وتقول إنها تقشى أن تأتي السيدة وتغمر رأسها في الماء مرة أخرى طبعا هذه القصة لم يتداول الإعلام من مشاهدين إلا بعد شهر من وقوعها بعد أن لفتت إليها أو لفت إليها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يوم الجمعة فقط وهو ما أثار الجدل بشأنها في هذا الوقت تحديدا فالمجلس دعا إلى إجراء تحقيق في جريمة الكراهية لمعالجة الزيادة المثيرة للقلق في المشاعر المعادية للإسلام والمشاعر المعادية للعرب والمعادية أيضا للفلسطينيين هذه الحادثة بالتأكيد أثارت تفاولا كبيرا على وسائل التواصل الاشتماعي نبدأ مع الصحة في ذكتوريا التي بدأت تغريدتها بالتساؤل لماذا لم يتم توجيه اتهامات الشد قسوة ربما لم يتعرض الأطفال لأذى جسدي لكنهم تعرضوا لصدمة نفسية هل تجاهل أثر الحادث لأن الطفل لم يغرق؟ يتساءل أما المدون فارجة فقال لا يهمني لونك ولا يهمني من تكون فقتلوا أي طفل يجب أو لا يجب أن يكون من طبيعتنا البشرية وهنا درشان ينتقد إطلاق صراحة المتهمة بكفالة ويقول تفاصيل هذه الحادثة مروعة وحاولت إغراق الأطفال أمر لا يغتفر يجب حبسها فيتشكل خطرا كبيرا نخطة مع ببيض الله الذي علق بالقاوة تلك جريمة كراهية مصدرها من أولئك الذين يشويهون سمعة الفلسطينيين ويتهمونهم بتأييد الإرحام